عزيزي المشاهد أهلا وسهلا بيك في برنامجك يوما فيوما بنعمة ربنا دلوقتي هناخد حلقة جديدة تحت عنوان جديد وهذا العنوان هو يوم العناية النهاردة يوم عناية إلهية خاصة بيك النهاردة ربنا هيعتني بيك عناية خاصة وهيكلمك عن هذه العناية انت مش محتاج للعناية الإلهية اسمع معايا هذه الكلمة الكتابية في سفر التسنية أصحى 11 وعدد 12 بيقول أرض يعتني بها الرب إلهك عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها تاني اسمعني أرض يعتني بها الرب إلهك عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها عزيزي سأتحدث معك عن العناية تحت كلمتين الكلمة الأولى صفات العناية والكلمة الثانية خواطر عن العناية ما يدور في خاطر الآن عزيز المساهد الكريم أنا أحدثك عن هذين الشيئين الشيء الأول صفات العناية بحسب الآية اللي قرأتها على مسامعك ثم الأمر الثاني خواطر عن العناية صفات العناية بحسب الكلمة اللي قدامنا في عدد 12 عناية ربانية أرض يعتني بها الرب عناية ربانية ربانية يعني سيادية رب لورد يعني السيد فالعناية الربانية تختلف على العناية البشرية وأنا بقول لك الكلام ده فكرت في وقت من أوقات العناية الربانية بيك في اليوم الواحد بس في أي مجال من مجال الهوى بس اللي أنا بس تنشقه الإير ده اللي أنا بس تنشقه يكلف قد إيه فيديو فكرت في واحد أو واحدة صديق أو صديقة لسبب أو لآخر دخل عناية مركزة ويشوف اليوم الواحد بيتكلف قد إيه إنها عناية ربانية ده مش الهوى بس فكرت في العناية الربانية اللي بيهتم بأعضاءك البشرية الطبيعية الجسدية اللي فيك فكرتش في الكليتين فكرتش في الرأتين كليتين الرأتين العينين الأزنين ما فكرتش ما فكرتش في القلب وكل الشرايين والأوردة والصمامات والحجرات الخاصة بيه فكرتش في البنكرياس فكرتش في الأعضاء الظاهرة اليدين والقدمين وغيرها يا رب أنا مدين لك يا رب مدين لك عن كل حاجة يا رب إنها عناية ربانية ثم ليست عناية ربانية فحسب إنها عناية بحسب الكلمة التي أمامي عناية دائمة فيقول الواحي أرض يعتني بها الرب إلهك عناية الرب إلهك عليها دائما عناية دائمة دائمة مستمرة غير متوقفة غير منقطعة يا أخوي يا ما بننام ويا ما بنتعرض لظروف كثيرة لكن العناية الإلهية دائما من كل ناحية مستمرة أنا فاكر زمان سمعت ترنيمة مش قادر أنساها عن أيام السنة افتكرت دلوقت بعض كلماتها بتقول 365 يوم وبعد كده مرتان 366 يوم والعناية تتضفق كل يوم والرعاية تترفق كل ليل يا مسيحي أنت ليه نور وظل ترشدني تحملني لا تكل إن خطايا تتعثر أو تزل أنت دوما تزفع لا لن تمل إن يزيد المال عندي أو يقل فابتهاجي بك دوما سيظل وقريبا سوف تأتي من علاك وقريبا ذلك اليوم يهل النهاردة ربنا هيهل عليك بإعنايته الدائمة الربانية ثم الصفة الثالثة في هذه العناية التي أقرأها من أول السنة إلى آخرها إنها عناية أبادية أبادية عناية إلى الأبد معليش أنا مضطرة أقولك الكلام ده العناية الإلهية العناية الدائمة العناية الأبادية لا تجدها إلا في المسيح يسوع رب يسوع المسيح أتقول لي ليه أقولك لأن الرب يسوع المسيح إله سرمدي إبراهيم قال كده عنه الإله السرمدي أبونا إبراهيم في سفر التكوين أصح 21 من أعظم الأباء إبراهيم كلنا عارفين كده دعف كلمة ربنا ثلاث مرات خليل الله في رسالة عقوب وفي سفر أشعية في أخبار أيام الثاني عشرين خليل الله وبوليس أيضا في رسالة رميا الأصحى الأول كلم عن سرمدي طالله وفي عبرانين 13-8 يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الآبد فما إنه إله أزل أبدي فالعناية في يده وحده وليس سوى إنها عناية ربانية إلهية إنها عناية دائمة ومستمرة إنها عناية إلى الأبد عايز أكمل معاك موضوع العناية في الكلمة الثانية خواطر عن العناية بس بعد هذا الفاصل سنواصل فابقى معنا مشاهد العزيز بكل فرح أستكمل معك هذا الموضوع إلا أنا في أمس الاحتياج إليه وهو العناية كل يوم في برنامج يوما فيوما تكلمنا عن صفات العناية وعرفنا إنه عناية إلهية ربانية عناية دائمة ومستمرة عناية إلى الأبد ولكن دعني أتكلم عن بعض الخواطر فما يدور في خاطري أولا في أثناء الضيق في وقت الكربة والألم في الأيام الصعبة وأثناء الشدائد والمحن والبلاية ترى هل نتمتع بهذه العناية نعم لأنسى في يوم من الأيام قرأت من كلمة الله آيات كثيرة ودعني أسكر لك آيتين ليس أكثر عن عناية الله في وسط هذه الضيقات فمثلا في مزمور ستة وأربعين بقولي كتاب الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات بصبأ وجد شديدا ففي الضيقات إلهك شديد معك ويقف معك عونا في الضيقات أنت في ضيقة أنت في تجربة أنت في محنة أنت في شدة أنت في أيام صعبة الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديدا ليس ذلك فقط لكن في مزمور ستين بيؤكد لنا هذا الكلام كاختبار وأنني أحتاج إلى هذا قبل أن أقدم ليك أعطينا عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان ستين حداشر الله يديك عاون في الضيق كنت منذ أيام في مكان آخر من هنا لهناك مسافة وسفر وبعدين وأنا موجود طلب مني أن يشارك بكلمة فلقيت الكلمة دي ليرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك فين في يوم الضيق بسمور 20 أنا معرفش ليه واقف قدامك مشاهد العزيز دلوقتي وأحس وأعرف أنك محتاج عونا في الضيق الله يرسل لك هذا العونا صهيون عن الحماية فيحميك الرب الخاطر الثاني الذي أشارك به من كلمة الله أنني أجد نفسي أمام كلمة الله أحتاج إلى وعد من العناية الإلهية من الرب في سفر أشعية أصحح 41 تحديدا يقول الواحي في عدد عشرة كلمات الرب لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك اسمع قد أيتك وأعنتك وأعنتك وعضتك بيمين بري وعد من الرب أنا أعينك اسمع بيقول إيه لا تخف أنا أعينك أعنتك أعينك ده كلام ربنا اللي عانك يا ماما يا أخو يا أختي في الماضي يعينك في الحاضر والمستقبل أنا أعنتك أنا أعينك ده الرب اللي قال فكان مكتوف في مزمول 33 قال فكان هو أمر فصار هذا خاطر آخر الخاطر الثالث الذي أريد أن أشارك به مشاهدي العزيز في هذا الوقت الاختبار للإفتخار بمعونة الرحمن اختبر وافتخر بمعونة الرب في عمرين 13 اللي قال الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع به إنسان في سفر الرؤ عفوا في سفر المزامير مزمول 121 أرفعيني الجبال جاي أرفعيني الجبال من حيش من أين يأتي عوني معونة من عند الرب صانع السماوات والأرض في أيوب 26 كيف أعن ملا قوة له وأنا برضو أذكر في سفر أيوب أيضا وأصحاح عشر وعدد 12 كلمة تعز القلب منحتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي عنايتك روحي العناية الإلهية تحفظ أرواحنا العناية الإلهية تعيننا هذه المعونة تستمر تستمر إلى مجيء الرب تستمر إلى نهاية الحياة تستمر إلى نهاية الأزمنة سوف ربنا بيقول لنا هذه الكلمات الواردة في هذا المزمور بيقول الله في وسطها فلن تتزعزع يعينها الله اسمع عندي إقبال الصبح أعظم الصبح تنتظر المسكون في الظلام هو مجيء كوكب الصبح المنير الرب يسوع المسيح قد تنهى الليل وتقارب النهار يا حارس أشعي 21 صرخت الصارخ من سعير مشعر خشن أيام خشنة أيام صعبة كم بقي من الليل ما من الليل أي كم بقي من الليل قد تنهى الليل وتقارب النهار عايز تتمتع بمعونة الرب عايز النهاردة يكون يوم معونة خاص لك عايز النهاردة عاونا في الضيقات عايز تتمتع بالمعونة الإلهية الربانية المعونة الدائمة المستمرة المعونة الأبدية الرب معينك وأقدر أقول لك إلى هنا أعاننا الرب صمويل الأول سبعة ناصر ربنا عايز يعينك يعينك وتجيله دلوقتي يعينك وتتوب دلوقتي وترجع له دلوقتي وتقبله الآن يعينك فتأتي إليه بالإيمان والرب يعينك وللقاء آخر في برنامجك يوما في يوم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة